سلام الله عليكم مشاهدين وإهلا بكم إلى هذا إلى معرض الأهم وتدولته صحف الوطنية والدولية لنهار اليوم عادت جل صحف الوطنية الصادرة لنهار اليوم إلى فحوى خطاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ولا أمس الاثنين أمام غرفتين البرلمان مجتمعتين البداية بيومية الحياة التي عنونت بالبنط العريض على صفحتها الأولى إشادة بالإنجازات في أربعة سنوات وردود أفعال إيجابية واسعة خلف خطاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي وجهه للأمة ردود فعل جد إيجابية من الطبقة السياسية وممثلية المجتمع المدني وممثلية الشعب في غرفتين البرلمان مؤكدين أن التأسيس لتقليد سنوي يخاطب فيه الرئيس الأمة عبر ممثليها في غرفتين البرلمان تحسب له بالإضافة إلى كل المكاسب المحققة خلال الأربعة سنوات وفي هذا السياق قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بغالي إن قرار الرئيس بتوجيه خطاب للأمة يعد مبادرة جليلة وممارسة حميدة تحمل في طياتها مغزى عميق ينم بحق عن إرادة رئيس الجمهورية المتجددة في خلق مزيد من الفرص لتكريس توجه الدولة نحو بناء الثقة بين الشعب ومؤسساته باعتبارها أحدى التساماته الأربع والخمسين في نفس الموضوع تطرق جريدة المجاهد الناطقة باللغة الفرنسية وعنونة الولاء للقسم والثقة في المستقبل حيث تفاعلت هيئات دوسورية وكتل برلمانية من مختلف الأحزاب والتيارات السياسية مع خطاب الأمة التي ألقاه رئيس الجمهورية عبد المجلد تبون أمام غرفتي البرلمان أول أمس الاثنين كتقليد جديد لتعزيز الاتصال بين السلطات أين عرب مكتب مجلس الأمة الموسع لرؤساء المجموعات البرلمانية ورؤساء اللجان الدائمة والمراقب البرلمانية برئاسة صالح جوجيل رئيس مجلس الأمة أمس ثلاثاء عن بلغ تقديره وعظيم امتنانه لمضمون الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية أمام ممثلي شعف غرفتي البرلمان وأكد مجلس الأمة الموسع في بيان له عن كبير ارتياحه للمؤشرات الإيجابية المطمئنة التي تضمنها الخطاب السامي مذكرا في السياق بأن الأمور لم تكن ميسرة بالنظر للظروف الدولية والإقليمية والاقتصادية والأمنية والسياسية والصحية من جهتها عنونت يومية الإكسبريسيون جرأة الرؤية السياسية حيث تمن المجلس الشعبي والوطني قرار رئيس الجمهورية بتأسيس لتقليد سنوي يخاطب فيه الأمة عبر ممثليها في غرفتي البرلمان واعتبر في بيان له أن هذا القرار يعد مبادرة جليلة وممارسة حميدة تحمل في طياتها مغزى عميق ينم بحق عن إرادة رئيس الجمهورية المتجددة في خلق مزيد من الفرص لتكريس توجه الدولة نحو بناء الثقة بين شعب ومؤسساته باعتبارها إحدى اتزاماته الأربع والخمسين وعبر المجلس أيضا عن ارتياحه لما أبرزه هذا التقليد من تكامل بين مختلف مؤسسات الدولة وإلى الحكامة الرشيدة التي يتولى بها عبد المجيد تابون قيادة الجهود على شتى المستويات لتدسيد وتلبية تطلعات الشعب في كافة نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية أما يومية الاقتصادية الأولى فعادت العرض رئيس الجمهورية عبد المجيد تابون لأهم إنجازاته منذ 2019 وعنونة الجزائر تلتحق بركب الاقتصادات الصاعدة حيث بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تابون رسائل مطمئنة ووضحة المعالم ترجمتها مختلف الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في مختلف المجالات واعتبرها الرئيس تابون مكاسبا هامة جدا في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعد انسداد الوضع السياسي وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي كادت أن تلقي بمقاومات الأمة إلى الهاوية حيث عدد رئيس الجمهورية السلبيات والمخاطر التي كانت تحيط بالجزائر ومخططات المتأمرين التي آلت بالفشل لولا المخلصين من أبناء الوطن تطرقت يومية الخبر إلى موجة كراهية عالمية بسبب جرائم الاحتلال الصهيوني وعنونت لعنة غزة تطارد الكيان المحتل حيث اقتربت الحصيلة وحصيلة القصف الإسرائيلي على غزة من 21 ألف شهيد وقرابة 55 ألف جريح غالبياتهم من النساء والأطفال بينما لا يزال القطاع المحاصر يتعرض لعملية قصف جديدة مع إعلان كيان الاحتلال الصهيوني تكثيفا جديدا للقتال ضد حركة حماس رغم الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار والخسائر البشرية المدنية الفادحة والتدهور غير المسبوق في الأوضاع الصحية والإنسانية في وقت ترتفع فيه الدعوات لمحاكمة الاحتلال بسبب جرائمه في غزة وفي ظل تنامي شعور الكراهية والرفض للكيان عالميا أما يومية الوطن فعنونت الجيش الإسرائيلي متورط في غزة بينما علن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل أربعمائة وتسعة وثمانين جنديا منذ سابع من أكتوبر الماضي بينهم مئة وثمانية وخمسين خلال القتال البري في غزة كشفت المقاومة الفلسطينية من جانبها أنها استهدفت خمسة آلاف جندي بينهم نحو ألف وستمائة قتيل والبقون إصابتهم خطيرة أو معوقين مدى الحياة وتدمير سبعمائة وخمسين آلية عسكرية ومساء أول أمس الاثنين تحدثت وسائل إعلام صهيونية عن مقتل ثلاث وأربعين عسكريا بينهم ضباط خلال الأربع والعشرين ساعتنا الماضية فيما أعلنت كتايبو شهاداء الأقصى أنها خلال نهار الخامس والعشرين من ديسمبر تم التصفية أربعين ضابطا إسرائيليا مشهيدين في آشان الدولي ارتكز اتمام يومية الشرق الأوسط حول المرحلة التالية من الحرب في غزة وعنونة إسرائيل تستعد لمنطقة عازلة في غزة مع تعثر جهود التهدئة في قطاع غزة أفاد بأن الاحتلال الصهيوني يستعد لتنفيذ عملية إعادة انتشار في القطاع ضمن المرحلة الثالثة من الحرب المتواصلة منذ أكثر من 82 يوما وذكرت تقارير صهيونية أن جيش الاحتلال يستعد لإقامة منطقة عازلة غرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والكيان المحتل وسيستند الكيان الإسرائيلي في ذلك كليا إلى القوات النظامية بعد تسريح جنود الاحتياط بيوميتها الشرق الأوسط مشاهدين نصل لنهاية معرض الصحافة لنهار اليوم شكرا على حسن الإصائي والمتابعة في أمان الله